موسيقى العجيب ان هذا الرجل اللي بيعتمد على القرآن وبيرد بالسنة لما يقرأ القرآن قرأه غلط فبيقول من يقتل نفسا بغير نفسا بغير نفسا أو فسادا في الأرض فهو قالها أو فسادا في الأرض يعني انت مش عارف تقرأ القرآن وجايت فصل لنا القرآن ومثلا الحيوانات اللي موجودة وعيشة معانا دي فيها نفس ولا فيها روح ولا ما فيهش نفس أساسا عشان بس الصورة تكتمل قبل مسألة أسئلة عيسى كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى شوفوا خيالاء النفس خاصة بالإنسان الحيوان لا توجد فيه نفس وما القوام الحياة اللي بتخليه يتحرك موضوع ثاني موضوع آخر هذا الذي يجعله يتحرك لم يسمه القرآن الكريم نفسا بنصوص قرآنية صريحة زي يعني عندما يقول تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا شوف قال من قتل نفسا يعني لو كانت الضبابة في البيت نفسا لكان حكم من يقتلها كحكم من قتل الناس جميعا العجيب أن هذا الرجل اللي بيعتمد على القرآن وبيرد بالسنة لما جي يقرأ القرآن قرأه غلط فبيقول من يقتل نفسا بغير نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فهو قاله أو فسادا في الأرض يعني أنت مش عارف تقرأ القرآن وجيت فصلنا القرآن ده علم صائع يا رب بيعت عشر سنين ولسه حط ضيعي كمان عشر سنين طبعا علم آه طبعا ده علم صائع يا رب فبالتالي هو اللي يمكن حيجي بقناة أزهري ويقعد قدام شيك أزهري حيجي يغلط في القرآن حيقوله وقف القرآن دي غلط دي غلط اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اتكلم يا ابي محدش يخضه محدش يخضه وعلى هذا يبقى ترد البخاري ومسلم اذا تعرضت مع القرآن تعرضت عند مين عند محمود بتاعت المحشي تعرضت عند محمود ما انا حدن هزا الاطلاق لتجريء ان السيد عندنا رفاع يجرأ يجرأ الناس انه يشغل مخه في النص القرآني انت حضرتك ديعتك من ممرك عشر سنين عشان اللي ما هو ايه ايه يا مرسل انا لنجمعش ضيعت عشر سنين ولسه حتضيعي كمان عشر سنين طبعا علم اه طبعا دي علم صائع يا طبعا هذا ضيق فهم لمعنى القرآن نعم يعني في القرآن جاء قول الله عز وجل اولئك لا يكلمهم الله ولا ينظروا اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يعني في صحيح البخاري عروة ابن الزبير رحل عائشة وقال له يا ام المؤمنين اذا انا حججت او اعتمرت لن اسعى بين الصفة والمروة اهل تقول لماذا يا ابن اختي قال لان الله عز وليل يقول ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه اعتمر فلا جناح عليها طوفة اي طوفة بهما زي ما بيقول لا تتولى قوما قد غضب الله عليهم ما هم منكم ولم قد يأسوا من الاخرة كما يأس الكفار من اصحاب القبور انا عاوز استغل الفرصة دي وانبه الناس لحاجة طالما احنا في مجلس علم وبنتعلم شوف يا جماعة لابد ان تعلم هدانا الله وإياك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه قرآنين اتنين لابد ان تعلم هدانا الله وإياك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه قرآنين اتنين أولا أنا ما بحبش أدافع عن الحديث بالقرآن لكن أنا عايز أقول يعني جاهلوا حتى في فهموا في القرآن إيه هو السحر اللي عملوا سحرة فرعون وصحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إنما جئتوا به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصبح عامل مفسدين وإفك وإلى آخر هذا الكلام أما هو بشر يمرض السحر مرض بمجرد ماروقيا النبي صلى الله عليه وسلم فقر من السحر وإنتهت المسألة مش بيقول لي بني إسرائيل أو كلما جاءكم رسول بملاوته بملاوته وأنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين أنا بمجرد بسمعت عدنان وهو بيقول فسادا قلت له الكلمة حسيت إنها غلط على ودني غلط وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القرى دائما هم يلعبون على وتر تغييب العقل إذا أنت أنظر إلى الأمة يعني يريدون الشارع أن يكون في حالة غيبوبة مستمرة لأنه لم يكن في حالة غيبوبة سيكتشف أن هذه الروايات موضوعة دائما يلعبون على الوتر عاطفي يتهمون كل متدبر وكل باحث في كل زمان وكان بالخروج على السنة ربما بالكفر ربما بالزندقة يتهجمون عليه شخصيا يحاولون أن يطفئوا الحقيقة قبل أن تولد في كل زمان ومكان يعني لو فعل العقل طبعا فعل العقل تحت ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى عندما نقول فعل العقل لا نعني أن نتجاوز كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى كما يكذبون هم علينا نحن نقول لهم كتاب الله تعالى هو المعيار والعقل هو خادم العقل هو خادم هو خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى كله شوف ومضة نور يمكن أن تولد من رحم أبناء هذه الأمة يقومون بأطفائها قبل أن تولد يقومون بوأدها قبل أن تولد بالتكذيب والتلبيس والافتراء تراء الولادة الحقيقية ليست هي التي تخرج بها من رحم أمك جسداً الولادة الحقيقية هي التي تخرج بها من أرحام الآباء فكراً وعقيدةً باتجاه نور العقل نحن نبين الحقيقة لمن يريد فهم الحقيقة من لا يريد فهم الحقيقة هو حر ترجمة نانسي قنقر